نفائس من الجيل الأول للأشرطة الوثائقية المغربية في قصص إنسانية هل سابق لكم أن سمعتم عن شريط 6.12 للراحل أحمد البعناني؟ الجواب في شريط قصير يعود بنا إلى ستينيات الدار البيضاء شريط يجمع بين الشعر والسينما والتحديث من سخب الدار البيضاء إلى مكان عريق وأكثر هدوءاً مدينة فاس فاس وتاريخها وإشعاعها في شريط للعرب البناني يحكي عن أقدم جامعة في العالم جامع القرويين نتجه شمالاً إلى طنجة منتصف الأربعينيات كانت ما تزال منطقة دولية مدينة صحرت الفنانين والأدباء ورجال الأعمال والجواسيس من مختلف الجنسيات وصحرت كذلك المخرج الفرنسي أندريس فوبودع نختم جولات عبر مدن المغرب من مدينة أجادير في هذا الشريط يصور المخرج محمد عفيفي انبعاث المدينة بعد الزلزال المدمر الذي ضربها في فبراير عام ستين تسعمائة وألف أربع مدن بعيون أربعة مخرجين من الرواد في قصص إنسانية لأحد بعد نشرة الأخبار المسائية اشتركوا في القناة